صباح الخير يا نهواند وصباح الخير يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان قبل ما نروح لعنوين الأخبار اللي معينا النهاردة سريعا بس هنقول إن في كاس مصر النهاردة الـ 2 و 31 مايو هيلتقي أسوان مع المصري الساعة السابعة مساء نروح للعنوين اللي معينا النهاردة فعلا من موقع اليوم السابع أرقام محمد هاني مع الأهلي بعد تأكيد غيابه عن مباراة الترجي التونسي من موقع يلا كورا صباحك أوروبي كشف طبي لأجويرو وحزن بنزيمة أخيرا من جريدة الجمهورية ختام الموسم الأوروبي كشف كارثة باريس سان جرمان طبعا هيكلمنا في تفاصيل كل العنوين دي نقد رياضي بموقع يلا كورا الأستاذ أيمن جلبرتو برحب بيك معينا طبعا عبر شاشة قناة الأهلي في البداية معينا خبر عن غياب محمد هاني بعد الإصابة كان فيه غيابات كتير الفترة اللي فاتت علي معلول حمد يفتحي ممكن نعود الغيابات دي ازاي؟ أولا أهلا بيك خناة نادي الأهلي أنا في اللا كورا صباح الخير لكريم ونهواند نبارك لنادي الأهلي التتويق بالسوبر الأفريقي للمرة السبعة في تاريخه البطولة القرية رقم 22 طبعا مباراة الترجي هي خطوة جديدة نحو البطولة العشرة للنادي الأهلي بدور الأبطال غياب محمد هاني بالطبع هيكون مؤثر يمكن الجماهير طبعا كانت في حالة سعادة في خلال مباراة السوبر لما شافت حمدي فاتحي في الملعب وشافت علي معلول كمان في الملعب وازاي الفريق يعني بيتعافى وبالمصابين بيرجعوا لعب طلو الآخر ولكن للأسف كان فيه إصابة لأفشا وكان فيه إصابة لمحمد هاني يمكن الأكيد أنه هيغيب عن مباراة الترجي ومحمد هاني لأن الإصابة وفقا لما أعلنه كابتن سيد عبد الحفيظ ثلاث أسابيع بالطبع السنائي أحمد رمضان بيكم وكمان أكرم توفيق اتنين مستر بيتسو موسماني استعان بيهم في مركز المدافع الأيمن في الفترة الماضية سواء كان لغياب هاني أو للروتيشن ما بين اللاعبين بسبب الإجهاد وضغط المباريات محمد هاني لعيب مجتهد ولعيب مميز وهو الأساسي الباكليمين الأساسي نتمنى إن شاء الله إن أحمد رمضان بيكم أو أكرم توفيق اللاعب اللي هيشارك فيهم في المباراة يؤدي بالشكل الأمثل أمام الترجي ويكون مباراة الذهاب خطوة إن الفريق في مباراة القيابة الأمور تبقى سهلة وما يبقاش فيه أي مشاكل للفريق إن شاء الله يتأهل المباراة النهائية معنا خبر كمان عن أجويرو يعني ممكن تجربة أجويرو تكون عاملة إزاي؟ وعايزين نعرف أكتر عن حزن كريم بن زيمة لاعب طبعا ريال مدريد طبعا أجويرو في الخطوات الأخيرة قبل الإعلان عن انضمامه لنادي بارشلونة وخلاص أنهى مسرته مع نادي منشستر سيتي بالتأكيد أجويرو من العلامات في مركز المهاجم عمل تاريخ كبير جدا في منشستر سيتي أرقامه تاريخية كان بيحلم أو بيتمنى أن النهاية دي تكون على أسعد ما يكون له فريقه توج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ولكن تشيلسي هو اللي كان ليه الكلمة أجويرو زي محطة جوارديولة قاله وخلاص قريب جدا من بارشلونة يمكن نكشف الطبي ده بداية الإجراءات اللي هي قبل ما نادي بارشلونة يعلم بشكل رسمي أنه أتعاقد معاه أعتقد أن تجربها تكون مسيرة والكل مترقبة خصوصا أن محدش في بارشلونة حتى الآن قدر يعوض غياب سوارز أو رحيل سوارز عن بارشلونة لأتلتكو مادريد وإزاي سوارز قدر أن هو يفوز بالليجة مع أتلتكو مادريد في حين بارشلونة عانى شوية في الليجة وعانى في دوري أبطال أوروبا يمكن قدر يخرج بطولة كأس الملك فبالتأكيد هي تجربة تبقى مسيرة وكلنا عايزين نشوف السنائية بقى ميسي وأجويرو ممكن تبقى عاملة زايدة في حال أن ميسي حسم أمره وجد تعاقده مع بارشلونة يعني هننتقل بقى للناحية الثانية عند ريال مادريد طبعا كريم بن زيمة المهاجم الفرنسي اللي بيتفل بعودته لمنتخب فرنسا وهيكون مشارك معهم في اليورو بعد غياب لسنوات طويلة بسبب بعض المشاكل عنده حزن بالتأكيد لأن زين الدين زيدان مدربه في ريال مادريد يعني يعتبر زي ما بيقوله كان الأب الروحي ليه واللي هو على طول بيدعمه وبيوجه ليه نصايح ومن أسباب تطور بن زيمة موسم عن الآخر رحل عن ريال مادريد فبالتالي ده بالنسبة لزيدان بالنسبة لبن زيمة أمر محزن زيدان يمكن طلع في الصحافة النهاردة وقال رسائل كتير جدا عن أسباب رحيله عن ريال مادريد وأن الفترة ما كانتش بالنسبة له أفضل حالة يعني رغم أنه قدي بيحب ريال مادريد ولكن دي سنة الحياة هنشوف الموسم المقبل تجربة بن زيمة هتكون عاملة زي مع المدارب الجديد لريال مادريد اللي لسه محدش يعرفه لحد دلوقتي كلمنا أكتر بقى عن كارثة طبعا باريس سان جيرمان في عدم يعني تحقيقهم للقب الفرنسي يمكن للمرة الأولى من منذ أربع سنين طبعا باريس سان جيرمان هو مسيطر على الكرة المحلية في فرنسا الفترة السنوات الأخيرة فريق يعني الميزانيات بداعته ضخمة جدا نتكلم عن خط الهجوم بتاعه في نمار ومبابيه دمارية صفقات من الإعار الثقيل دايما بتبقى موجودة في فريق طبعا الكارثة الأكبر كانت أن الفريق ما قدرش أن هو يفوز بدوري أبطال أوروبا خلال السنين الأخيرة دي طبعا الموسم الماضي كان في النهائي الموسم الحالي ما قدرش يوصل للمباراة النهائية كمان مش بس دوري أبطال أوروبا لا ده بيخسر الدوري الفرنسي لصالح حاليل فطبعا دي بالنسبة لباريس سان جرمان كارثة على حجم المصاريف اللي النادي بيصرفها على حجم التعاقدات وكل الأمور دي وأسامي اللعيبة نفسها أسماء اللعيبة اللي موجودة في الملعب فبالتأكيد دي كارثة هنشوف الموسم اللي جاي برضو بالنسبة لباريس سان جرمان ممكن يعمل إزاي في ظل من الوارد أن يكون مبابيه ده آخر موسم ليه الموسم القادر مع باريس سان جرمان نيمار جد التعاقده ولكن برضو دايما كل موسم بيبقى فيه كلام عن إنه ممكن يرحل هنشوف إزاي الإدارة بتاعت باريس سان جرمان ممكن تتدارك الموقف الموسم اللي جاي وإزاي هل هم هيقدروا بقى يحققوا حلمهم أو المشروع بتاعهم يكتمل بالتتويج بدوري أبطال أوروبا ولا برضو هتبقى نفس المشكلة مستمرة بشكرة جدا يعني أستاذ أيمن النقد الرياضي بموقع يلا كورا بشكرة جدا مشاهدينا يعني دي كانت الفقرة الصحفية هنا من موقع يلا كورا بشكوركم جدا وعودا للستوديو مرتا